حضرتك يعني يمكن تقدمت بمقترح يلزم بعدم التعامل مع الإخوان تقدمت بمقترح ده في الحوار الوطني هل أصلا يعني هم بيفكروا تقوم لهم قومة مرة تانية هم شايفين إنه ممكن يحصل ده مرة تانية بس إن إخوان مش هيبطلوا لأن هم كمان عندهم تمويل دولي وعندهم أجنتة دولية فهمش هيبطلوا لهم ما بقاش عندهم حاجة كمان يرهنوا عليها فهمش هيبطلوا هم الفرصة التاريخية اللي جات لهم لما دعاهم الفريق أول وقتها فتح سيسي لحضور الاجتماعات وما حضروش وما جوش وبعد كيا بدأوا الإرهاب موجة الإرهاب اللي إحنا عارفين فما بقاش عندهم حاجة يخافوا عليها لكن هم كل هدفهم دلوقتي إنه هم دمروا البلد إحنا شفناهم أيام الكورونا كانوا بيضعوا الناس يقولونهم منزلوا يعني 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 يعدوا الناس يمشوا وسط الناس وبيضوا الناس يعني ناس فقدوا إنسانيتهم حتى يعني هم فقدوا أخلاقهم وفقدوا حاجات كتير لكن فالإخوان مش هيبطلوا وبالتالي يوم طول الوقت عملين يعني مؤامرات وإشاعات وعبس وبيحاولوا يتواصلوا مع القوى السياسية في مصر فلازم كمان القوى السياسية تنتبه الإخوان يا جماعة مش فصيل سياسي مرفوض الإخوان فصيل إرهابي لازم تتعامل معها على هذا النهج ما تعدش بقى تقولو إنا بتواصل معها تواصل مع إرهابيين يعني إرهابيين هل إنت مش نزلت في 30 يونيا مش كل الكوى السياسية دي نزلت في 30 يونيا عشان ترفض الإخوان إنت اللوقت وبعر 30 يونيا بقى الحاجات اللي حصل طيب إنت اللوقت بترجع ليه تاني بترجع ليه تاني صحيح وبعدين يرجع الناس الشباب يتواصلوا يتقبض عليهم بتهمة التواصل مع تنظيم محزور يعني يرجع نقولك عايزين عفو أنواق بقى في الدوامة دي لإمتى؟ طب ما خلاص يا جماعة نعمل مساك شرف أن ما فيش تواصل مع الإخوان أول إخوان أو حد لسه دلوقتي بيتكلم على أن الإخوان فصيل سياسي معارض لا الإخوان فصيل إرهابي خائن عايش تبقى معايا يا سيدي خلاص بقى معايا بقى تحمل ما تجيش بقى كل شوية نوع نعيد ونزيد نعيد ونزيد فنيستي حتى الحوار الوطن يدرس هذا الأمر أن يبقى فيه توافق حوالي أني ما فيش تواصل مع الإخوان لما يجي بقى حد يتواصل مع الإخوان ويتحبس بقى يقول لنا مش هنعيش حياتنا كلها نعمل عفو ده ملف يعني الحمد لله مشي واللجنة مشي وناس كتيرة طلعت والحمد لله لكن أعتقد كمان يا دكتور محمد بس مش نعيش حياتنا كلها كده في حالة كبيرة من الوعي دلوقتي عند الناس ودي زهرة بكل تأكيد لأنهم خلاص لفضوا هذه الجماعة من اللي شافوه خلال هذا العام لأنه كان عام صعب جدا على كل الناس دلوقتي حالة الوعي اللي موجودة على الناس حالك شايفها إزاي وأهميتها وسؤال مهم جدا ماذا لو لم تنجح هذه الثورة؟ لو لم تنجح هذه الثورة كان زمان أكلينها في السجون كان زمان مصر دلوقتي رجعت لعصر اللمبا الجاز وحتى ما أعتقدش الكشفات كان زمان القرار بيطلع من دول تانية ما بيطلعش من مصر يعني الاستقنال مصر هذا كان هيبقى وهم كان القرار بيطلع من دول تانية وإحنا موضوع ده عندنا حساس جدا السيدات هنشوفهم عادين في البيوت آه بقى وأي حد يتكلم بقى يعني كم من الناس اللي كان بتفكر تهاجر في الوقت كان كبير جدا وخاصة الأخوة الأجباط والمسلمين أيضا لأن كان ما كانش فيه حريات ما كانش هيبقى فيه تنمية ما بيعتمدوش على الكفاءة بيختاروا اللي هو تابع الجماعة ما بيعتمدش على الكفاءة ما فيش ما شفناش كفاءة نادرة منهم في أي مجال آه وكان زماننا عمالين بقى نسمع خطابات الدجل والشعوزة ولحق المؤامرة ولحق الواد اللي قفل السكينة ولحق العشرين جنيه ولحق التمانين جنيه ولحق مش عارفين يعني كلام يعني من ضمن الحاجات اللي كانت تصير هذا الفصيل الفصيل يعني والله غريب جدا الفصيل ده اللي كان قبل يناير كانوا يتحدثوا على إن الرئيس مبارك هو قبل كل المصريين ودي تصرحات رسمية موجودة وكانوا ما بينزلوش ضد في الدواير اللي فيها قيادات النظام يعني مثلا دكتور سرور مثلا بتاع ما كانوش بينزلو يعني ضدهم في الانتخابات فييجوا بعد الانتخابات أنا شفت حوار لمرسي مع مدع ديب تقريبا في سي بي سي فبيجيب له صورة مبارك قال له إلى مسبلة التاريخ يا عم انت جايب الشجاعة دي من إين يعني تاريخة معروف قبلها بكام شهر ما كنتش بتقول كده الاخوان ما نزلوش صورة 11 يوم 28 وانا قابلت واحد اخواني شاب اخواني يوميها في شارع القصر العيني بالليل سألت وانتو نزلتو قال نحن عندنا تعليمات ننزل فرادة ما ننزلش بتاع وما نرفعش شعرات ديني وننزل فرادة اللي عايز ينزل ينزل لكن ما ننزلش بتوجه مستنيين يشوف الديني رايحة فيه حتى 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 الدكتور سعد الديني برايب كنت عملت مرة مع احوار فكان بيقول الامريكان كانوا بيتابعوا من ضمنه وتبعيتهم ان الشعرات بتاعت الصورة شعرات دينية وشعرات فيها ضد اسرائيل ولا ضد ايه ولا بتاع كانوا عايزين يعملوا الامريكان يعملوا تحليل للشعرات فتحس ان الامور يعني ايه كان فيها توافق دكتور محمود انا قبل ما نختم حلقتنا النهاردة عايزة اسألك سؤال سريع جدا جدا بعد عشر سنين لو هتلخص اليوم ده البنت حضرتك هتقول لها ايه لها مصر فائت مصر انتصرت مصر الشعب المصري شعب عظيم ده من يعني من اجمل الايام على الشعب المصري ولو ما كانش اليوم ده يعني الله اعلم يعني والحمد لله انهم كانوا صغرين بس نزلوا يعني فشافوا اليوم ده الحمد لله الحمد لله كانت يمصاب طبعا يمصاب امرير بيها يوم 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 والله يعني مجرد ان انا بس وانا جاي كده ومعتاصب كان بيأكد علي والواحد عمال يفتكر الزكريات فالواحد بينتعش يعني بتحس ان في وجبة وطنية في دفع شحنة وطنية كبيرة لمجرد ان واحد بيفتكر الزكريات حتى بما فيها مساوئها من الخارج احنا مكناش عارفين نعيش احنا البلد مفيش انا مره رحت ناحية سامير اميس كده الدنيا ظلمة وصودة والتقريبا كنت رايح ازور واحد صاحب تقريبا كان هو الوحيد اللي نزل في الفضو يعني يعني